السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلب جميل الدلت لقسم الـ IT معكم دكتور حمد السييني اللي والله يوحشتوني كتير ان شاء الله النهاردة أسعدكم في بعض النقاط أشرح لكم زيماً الـ present simple والـ future simple والـ past simple وأشرح لكم كمان الـ prepositional phrase بناء طبعاً على طلب بعض من أخوات الصغيرين في طلب جميل الدلت هنبدأ الأول بس بإيه بزمل present simple أعرض معكم دلوقتي على الشاشة simple present tense أو present simple tense both are corrected اتنين صح سريعاً كده يا شباب بعض النوت أي يقومنا في اللغة الإماليزية زيادة ما اتفعنا قبل كده لازم يكون فيها subject ولازم يكون فيها verb لازم يكون فيها فاعل ولازم يكون فيها فعل تماماً الـ subject ممكن يكون singular وممكن يكون plural الـ singular ممكن يكون هين شيء ات أو ما يساويها بدل هي أو الأحمد بدل شيء أو سارة بدل ات أو الزكار أو the mobile and so on والـ plural طبعاً زي ما انتعرفين I, we, you, they مش هازين نضايوات في حاجاتين انتعرفين هادي طيب الـ few auxiliary verbs اللي هي am, is, are, was, were, being, will, be, have, 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 had هي مش عارف ايه علاقتها بالpresent symbol في الوقت الحالي بس يعني وانتوا بتذكروا skip this slide عدوا الـ slide دي مش عارف ايه علاقتها بالpresent simple لاني هي عجابة من أزمنة كتير ممكن تكون بتعرفكم الانواع الـ verbs الانواع الأفعال طيب نيجي بقى present simple form اللي بيتكون مين الـ present simple ده الـ present simple ببساطة جديدة جداً بيتكون مينه؟ مصدر الفعل مصدر الفعل مع I we, you, they مصدر الفعل يا شباب يعني بدون أي إضافات أو they catch you buy we write the students study أحمد place يعني مصدر الفعل مع I we, you, they بدون أي إضافات خالص ده plural subject مع I we, you, they بجيب الفعل بدون أي إضافة طيب مع هي وش هي وقت لا مع هي وش هي وقت التقصة بتكون مختلفة شوية ده احنا بنسميه third person singular third person singular اللي هي هي أو شي أو it وديت معظم الطلبة بيعلاقوا فيها لأن مع هي أو شي أو it احنا المفروض نزود S أو E S أو I E S تاني المفروض نزود S أو E S أو I E S وديت ملاش أي علاقة بS الجامع عشان بعض الناس بتقولك S الجامع لا لا S الجامع بتوضاف للنون للإسم لكن ال S اللي هنا دي بتوضاف للverb اللي هي I Eats She Washes The Bird Flights يبقى مع هي وش هي وقت نحفظ مع بعض كده بنزود الفعل S بنزود الفعل E S بنزود الفعل I E S المفروض للسؤال المنطقة إن إحنا إحنا إم تنزود S وإم تنزود E S وإم تنزود I E S طيب إحنا بنزود S لكل الأفعال بصفة عامة Worked Works Eat Eats Play Plays Swim Swims Write Rides طيب إم تنزود I E S نركز في الجزئية ديت لما يكون الverb أخره Y When verbs in When verbs in Y عما يكون فعل أخره حرف Y وقبل ال Y فيه Consonant يعني أي Consonant يعني حرف ساكن زي مثلا Study عبص على الحرف الأخيرة لأي حرف ال Y أوكي طيب عبص بقى على الحرف اللي قبل ال Y الحرف اللي قبل ال Y دي وده حرف Consonant أو So Consonant يعني مش فاول الفاولز خمسة A E I O U دول فاولز لكن أي حرف غير الفاولز دول غير حروف العلة أو الحروف المتحركة أي صوت أو أي حرف غيرهم بنغير ال Y إلى I E S مثلا study قبل ال Y في حرف D الحرف D مش من حروف الفاولز اللي هو من ال A ولا ال E ولا ال I ولا ال O ولا ال U فلاتم نغير ال Y إلى I E S نفس القصة cry برضو نغير نبص على ال Y والحرف اللي قبلها اللي هي حرف R مش حرف من الحروف العلة اللي احنا قلناها اللي هي A E I O U لما نغير ال Y لما نغير ال Y إلى I E S عندنا كمان try نفس القصة spy fly طيب إم تنزاو دي S بنزاو دي S باش مؤنسين لما يكون ال verb ends in O O S S S H C H X نرتاني O S S S H C H X أو إذا يبنزا كلمة GO GO طيب GO WASH WASH أخيرها S S H يبنزاو دي S WATCH أخيرها C H أو CATCH يبنزاو دي S MIX أخيرها X يبنزاو دي S تمام كده طيب في حالة النفي أنا بستقلم DON'T مع اللي هما I WE YOU THEY بقول DON'T I don't like tennis They don't live in a big house WE DON'T live in America مثلا يبقى DON'T زائد مصدر الفعل مع I WE YOU THEY بجيب DON'T طيب مع هي وشي وقت ونركز في الجزئة دي كويس مع هي وشي وقت بجيب DOESN'T زائد مصدر الفعل احنا كنا بنقول في الـ في الإثبات هنا بقول HE EATS بزود S طيب في النفي لا في النفي بقول هي DOESN'T EAT هي DOESN'T EAT او عقابة انتقول هي DOESN'T EATS واحنا بنعلم ولادنا الصغيرين بنقول لهم ان DOES و DOESN'T المتخصمة مع الـ S يعني ما يجوش مع بعض يعني لو حضرك حطيت DOESN'T ما نجيبش S خاص لو ما فيش DOESN'T يبقى نجيب S يبقى اقول هي EATS او DOESN'T EAT وفي حالة السؤال طبعا عندنا نوعين اتنين من الاسئلة النوع الاول اللي هو بيبدأ بفعل مساعدة زي DOESN'T EATS بنجيب نفس القصة بالضبط DOESN'T EATS بييجي مع HE او SHE او IT هي او SHE او IT ونركز برضو ان DOESN'T EATS بييجي بعدها الفاعل وبعدين الفعل في المصدر بدون اي اضافات اقول DOESN'T EATS ما اقولش ابدا DOESN'T EATS لا نحفظ كده الفكرة دايما انا ما بقول لكم بنقول لأولادنا الصغارين DOESN'T متخصمة مع الاس ما يجوش مع بعض ابدا فنقول DOES جين WORK HERE او WORK TODAY DOES بول TAKE THE BUS ما اقولش ابدا DOES BOL TAKE لا DOESN'T والاس ما يتفقوش مع بعض طبعا في الاجابة زي ما انتم عارفين بين DBS والفاعل و DOESN'T EATS اما اقول مثلا DOES أحمد live in a big house اقول YES HE DOES او NO HE DOESN'T اقول DOES THE CAT LIKE MILK YES IT DOES او NO IT DOESN'T وفي النوع التاني من الاسئلة السؤال يبدأ بقى تستفهم اللي احنا بنسميه H أو WH QUESTION اللي هو WHAT WHERE WHEN WHY HOW WHOSE وهكذا والنوعات دي من الاسئلة بيجي بعدها DO أو DOES دي ما اتفقنا خلاص حطنا القادة قلنا DO مع I WE THEY وأي اسم جامع DOESN'T بيجي مع HE يعني REPEATED ACTION حاجة بتحصل كل يوم كل اسبوع كل شهر كل سنة اللي احنا بنسميها DAILY ROUTINES HABITS أو DAILY ROUTINES طبعا DAILY دي نقصد بيها كل يوم لكن لو بتحصل كل اسبوع كل شهر أو حدث متكرر عادة متكررة فاحنا بنستخدم present simple نشوف المثاله I get the service bus at seven every morning يعني يبقى أنا بركة بالأوتوبيس كل يوم الساعة سبعة السوحة ده طالما حدث متكرر وبيحصل كل يوم يبقى لازم أستخدم زمن present simple اللي هو فعل في التصريف الأول وبإضافة إس وإس مع هي وشي واد يعني الجملة الأولى وانا كلمت عن سوحة مثلا قلت سوحة gets gets that service bus at seven every morning نفس القصة علي brushes his teeth before he goes to bed I play football at break time my sister goes sailing at the weekend دفعنا كده يبقى ما يكون أحداث متكررة طيب تاني حاجة ما يكون بعبر عن حقيقة حقيقة ثابتة في الكون أو حقيقة لبعض الوقت يعني أقول مثلا the sky is blue الحقيقة ثابتة في الكون إن السماء دائما لونها بيكون أزرق the earth goes round the sun الحقيقة ثابتة في الكون إن الأرض بتدور حول الشمس أو إنك تقول حدراك تقول I am a student أو تقول school starts at 8.05 and finish at 3.30 فأما تكون بيتكلمة الحقيقة طبعا أما أقول I am a student دي حقيقة أنا طالبة وأنا تلميز بس دي حقيقة أي مؤقتة مستمر لبعض الوقت سواء كانت ثابتة في الكون أو حقائق مؤقتة أنا بستخدم لها زمن present simple كما present simple بيشير إلى time tables and schedules بيشير إلى الجداول والموعيد الثابتة في الكون or the train leaves at 7 a.m. and it arrives at 9 a.m. القطار بيغادر الساعة كذا بيوصل الساعة كذا أي حاجة خاصة بالموعيد بيستخدم زمن المضارع البسيط حتى لو كان ده في المستقبل ركزه في الجزئية دي يعني حتى لو بسأل زميل اللي متحنا يبدأ الساعة كام يقول لي مثلا يوم الثلاثة الساعة عشر الثلاثة ده لسه جاي ليبقى أنا أقول برضو the exam starts at the exam starts at 10 o'clock عايزكم تاخد بالكم من حاجة كوية موفيدة جدا لأن الجملة الثالثة هنا غلط مكتوب كده our exams ends in May هنا في غلط ولا أنتوا إيه رأيكم بالزبط المفروض تكون our exams end لأن إحنا بنزود S أو S مع هي وشي وقت لكن exams دمع plural ما انفعش يجي معها S فخلي بالكم وأنتوا بتذكروا أن الجزئية ديت غلط طبعا he lives in Cairo they like بالزمن المطرع البسيط برضو بعبار feelings والemotions وال likes وال dislikes يبقى they like أو she likes دايما زمن المطرع البسيط مش مونسير مرتبط مجموعة من adverbs of frequency adverbs of frequency من غير كلاب كبير adverbs of frequency معناها ظروف التقرار اللي حدث بيتكرر دائما يبقى always أو عادة أو usually يعني تقدر تقول أن always بنسبة 100% usually بنسبة مثلا 80% often بيتكرر بنسبة 70 sometimes 50% rarely و rarely دايما معناها نادرا يعني 20% مثلا وساعات تيجي بدلها كلمة hardly ever hardly ever أو don't usually و آخر حاجة اللي هي كلمة never اللي هي معناها أبدا و دي معناها zero و ما بيحصل ش خالص حاجة سيدي ونركز بحاجة مهمة دايما بتيجي قبل الفعل بتيجي قبل الفعل يعني ما قول مثلا احنا دايما بنلعب كرة كل اسبوع يبقى we always play ما قول ش play always لا always و usually often sometimes و rarely تيجي قبل الفعل مع هذا verb to be verb to be فقط هو اللي بيجي قبلها لازم يجي verb to be الأول زي ما قدام حركوا في المثال كده I usually got usually get قبل الفعل طيب ما يكون وفي مجموعة من الطايم expressions قدامنا اللي هي everyday every week every friday on mondays on sundays at the weekend كل داي حاجات بتعبر عن زي ما المقرارة البسيط ال present simple دوانح نقط شارطة هوت لبعض الكلام ملخص كل الكلام اللي احنا قلناه أما يكون في I we you they بنجيب verb he she it بنجيب verb plus s في حالة النفي بنجيب I we you they don't ومصدر الفعل أو he she it doesn't برضو ومصدر الفعل وفي حالة السؤال زي ما الدفعنا قلنا بنبدأ بعض الأسئلة بدو أو does do مع I we you they ومصدر الفعل does مع he she it وقدمنا مجموعة notes تحت هي تحت كلمة negative مكتوب he doesn't works طبعا ده غلط المفضل تكون he doesn't work أو واللي تحت does she works طبعا ده خطأ لأن المفضل does she work وهو مكتوب فعلا عليها جنبها عالمة Excel ونحفظ دائما إن does أو doesn't أو do أو don't متخصمين مع الاس ما يجوش مع الاس أبدا شكرا جزيلا ده بالنسبة present simple فيه أنا شفت عليه فايل كده الفايل ده تمارين exercise على present simple أحاول دلوقتي إن أنا أحلها معاكم هفتح بس الفايل ثواني present simple exercises هو ده تمام وناخد share جديد present simple exercises أوكي اهو ده فايل هو موجود قدامنا أنا شفته الجزي الأول مثلا ده add s or es or ies فاstop هتكون stops هنزول لها s watch أخرها ch هنزول لها es study هتكون i es لأن y هل لها constant حرف sec وبقيت الأفعال زي ما فأنا حضرت تشوف القاعدة كويس وبعد هل ترجع تحدي ولو قفت في حجر جا السؤال اللي بعد بيقول complete the sentences with the present simple form فأيقول mom اللي ما فرض تكون mom يقول عليها شي يبقى washes نقول w-a-s-h-e-s تمام ما فرض تكون washes كده children children نجمع فاحنا نقول children usually like بس من غير أي مش نغير فيها أي حاجة خالص اللي بعدها you يبقى do you no زي ما هي do you know تمام كده باشوانسين بنمشي بنفس الطريقة كده حركة تعطي حل الحاجات دلوقتي وأكيد الدكتور حلته معاكو في session ولو قفت في أي حاجة كلم هنا مثلا في رقم 6 بدل 6 بدل i b مغير تكون i أفلا أفلا write questions هل حرا IF أفلا ي آل أفلا دو نقول دو تكون هل مغير آل أفلا تكون س� نفس الطريقة ده السؤال التالت كلهم بنفس الطريقة مع do هتيجي مع I, we, you, they does هتيجي مع he, she, and هنا أكمل بdo أو does هتكمل يعني لو كانت I أو we أو we I أو we أو you أو they تاخد do he, she, and it تاخد does حل معكم تلاتة أربعة كده number one يبقى does she take your friend pulled your friend ده مفرج يبقى بردو does زي يبقى do your parents جمع يبقى do لاحظوا أنه فيه فرق بالرقم اتنين ورقم اربعة معين الاتنين فيهم your هنا your وهنا your ولكن إحنا علاقتنا مش بyour إحنا العلاقة أو تركزنا على الكلمة اللي بعد you يعنينا friend مفرد يبقى all does هنا parents جمع يبقى all do ده فأنا كده بال مفرد طبعا يبقى all does ده بالنسبة للسؤال بالرقم منسبة للسؤال خامس طبعا write short answers همقولك do you speak french yes I do or no I don't does your mother like chocolate يبقى yes mother على she يبقى yes she does or no she doesn't هنا نفس القصة برضو هتكمل ب do أو ب does مع المفرد هنقول does مع الجامع هنقول do does يبقى does رونالدو do they ماشي للسؤال رقم 6 السؤال رقم 7 شايف لأسئلة كلها فكريتها واحدة اللي هي تكمل بدو أو ب does هنا المفرود تكتب a rewrite the sentences in the negative form and the interrogative form يعني بيقول I get up at every at 8 every day عايز الأول ننشأ يبقى I don't get up at I don't get up at 8 every day يبقى التانية عايزة سؤال يبقى هنقول ممكن نسأل بترقاتين اثنين ممكن نقول when do you get up ممكن نقول do you get up at 8 o'clock عملكو التانية كمان grace has breakfast at grace has breakfast in the kitchen مخور دعو بحالة النفحي بالزبط هندسل مخور تغون doesn't ونجيب مصدر تألو doesn't have breakfast in the kitchen بحالة السؤال we can say where نقدر نقول where does grace have break must تمام نفس الأسئلة كلها بنفس الطريقة هنا برضا هتختار هتختار مع he وش والذي والفعل s مع i we you they خلي الفعل زي ما هو يعني اقول dave يبقى place اختار place they go ما زوجوش اي حال تمام نسبة للسؤال رقم 9 رقم 10 هنكمل أسئلة بيقول they collect stamps rewrite the sentences beginning with he or she يعني they collect stamps بيج مع الطابق يعني i got school by bus او she goes to school by bus وهكذا بيجز هل زي ما هنا بنكتب أسئلة do you watch negative you don't need be or my dad be or my dad reads change into negative or write in negative you or my dad better read but doesn't read the newspaper everyday نكمل علي خليص you hate كل الأسئلة بيش منسين بنفس الطريقة القاعدة الأساسية بتاعتنا are we you they بيجيب مصدر الفعل he or she or it بجيب s او es او i es عارج ذاك الفايل ده ولو في اي مشكلة انا تحت امركم كده زمن present simple خلص حاول ان شاء الله كمان شوية اشرح لكم زمن past simple وبعد future simple وبعد prepositional phrase شكرا جزان لحضراتكم وحسون كتير والله شكرا لحضراتكم لحضراتكم